بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منفرون ولما جهدهم بجهدهم قالتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنذرين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم مجدوا بضاعتهم رتت ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رتت ليها ونبير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتون موسقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتهم موسقهم قال الله على ما نقول وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من نبواب متفرقة فما غني عنكم من الله من شيء الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آبى إليه قال قال إني أن أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهادهم جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم نساركون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير قالوا تالله لقد علمتم ما جدنا لنسل في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جذاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جذاؤه من وجد في رحمه فهو جذاؤه كذلك نجي الظالمين فبدأ بلوعيتهم قبل رعاية أخيه ثم استخرجها من رعاية أخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليخذى أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء ففوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرك فقد سرط أقول له من قبل فعصرها يوسف في نفسه ولم يبذها لهم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصحون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد أحدنا مكانا إنا نراك من المحفظين قال معاذ الله أن نحفظ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لنقاللون فلما استيهسوا منهم خلسوا نجيا قال كبيرهم لم تعلموا أن آباكم قد أخذ عليكم موصفا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرع الأرض حتى يأذن لي أبيه ويحكم الله فهو خير الحاكبين اردعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عصى الله أن يأتي لي به الجميعا إنه هو العليم الحكيم فتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف وبيضت عينهم من الحذن فهو كوين قالوا اعطى الله تفتو تذكر يوسف أتى تكون حردا أو تكون من الهادكين قال إنما أشكو بسير أذن إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسوا من يوسف وعخيه ولا تيسوا من روح الله إنه لا ييس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العديد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببراعة مزجاة فأوفلنا الكيل بتصدق علينا إن الله يجي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وعخيه أنتم جاهدون قالوا إنك لأنت يوسف قالا ليوسف هذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا نخاطين قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرهم الراحمين اذهبوا بقريصي هذا فألكوه على بجيب يأتي بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم مني لا جد بيها يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي غلالك القدين فلما أنجى البشير والقام على وجهي فارتد بصيرا قال لما كلكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا بانا استغفر لنا ذنوب لإنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آبا إلي ببيه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أببيه على العرش وقروا له لسجدا وقال يا بتي هذا تأذيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجابكم من البذر من بعد ينذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأمير الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت بني في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحكري بالصالحين ذلك من منباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه إذ أجمع أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما تسألهم عليهم من أجر إنه إلا جفر للعالمين فكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معنون وما يجن أكثرهم بالله إلا فهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة وقتة وهم لا يسرون كل هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المسلكين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه من أهل القرى أفلم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم ولداروا لآخرة حير للذين اتقوا فلا تعقبون حتى إذا سيئت الظرزل وغنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فمتي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم أجرة لأولي الألهاب ما كان هديسا يفترى ولكن تزيقى الذي بينهي فتفصيل كل شيء مونا ورحمة للقوم يؤمنون أليس آمين ورد تلك آيات الكتاب والذي أنذل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يجدون الله الذي رفع السماوات بغير أعمد انترونها ثم السباع للعرش لسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يذبر الأمر يصصر الآيات لعلكم باللقاء ورحمكم توقلون فهو الذي مثل الأرض واجعل فيها غواسي ومهارات ومن كل السمرات جعل فيها زوجين سنين يدشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لكم يتفكرون وفي الأرض تطعموا تجارات وجنات بالأعناب ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى ببايا واحد فنفضل بعضها على بعض في الأقول إن في ذلك الآيات لكم يأكلون وإن تعدى فعدهم قولهم إذا كنا طرابا إنا لفي خلف جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في عناقهم وأولئك أصحاب المارهم فيها أخار ويسعدلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المسلات فإن ربك لذل مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد عن قرار ويقول الذين كفروا لولا انذر عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم منها الله يعلم ما تحمل كل نسى وما تغيظ الأرهام وما تزداد فكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سباء منكم من أصروا الفول ومن جهر به ومن هو مصخ بالليل وساردوا بالنهار له معقبات من بين يديه ومن غلفي أحفظوا نوم من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردلا وما لهم من دونه بواه والذين يريكم البرد خلصا وطمعا وينشئوا السهاب السقال فيصبحوا الرعد بحمده والملائكة كنحيفة فيرسلوا الصواعق فيصيبوا بها من يشاء ومجادهم في الله فهو شديد منها له دعوة الحق فالذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبعصة كفين إلى الماء ليبدو وفاه وما هو في مالغه وما دعاء الكافرين إلا في ولاه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرهم وغلالهم بالغذب والآصال كل من رب السماوات والأرض كل الله كل فاتقلتم من دوني أولياء لا يمنحون لأنفسهم نفع ولا غضا كل هل يستبي الأعمى والبصير أم هل تستبي الظلمات والمنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم كل الله خالق كل شيء وهو الباحث القهار أندل من السماوات فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً فإما يبكد عليه في النار اتغاءه أحلية أو متاع الزبد الهسل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب الجفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمسى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستديبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميع ومصرهم معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الهساء ومأواهم جهنم وبهسلها أفمن يعلم أن ما ينفل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقلون النساء والذين يصلون ما أمر الله بي أي مصر ويخشون ربهم ويقافون سوء الهساء والذين خضروا اتغاء بدي ربهم وقاموا الصلاة وأنفروا مما رزقناهم سروا معلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك يمعوا البدار جننات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم أذرادهم مدرياتهم فالملائكة يدخلون عليه من كل بذار سلام عليكم لما صبركم فنعم عقوب البار والذين ينقلون أحد الله من بعد ميزاقهم يقضعون ما أمر الله بي أن يوصل ويستثون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الداع الله يبسط بسقر من يشاء ويقضر وفرحوا في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مباع ويقول الذين كفروا لولا أنذل عليه آية من ربك كل إن الله قل من يشاء ويهدي إليه من أدا الذين آمنوا تطمئن قلودهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلود الذين آمنوا وعملوا صالحات كوبى لهم حسنوا فذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتسرع عليهم منذي وحينا إليك وهم يكفرون بالرحمة كل رب لا إله إلا هو عليه فبكّلت وإليه متى ولو أن قرآن سيرت به الجبال ووطعت به الأرض وكل ما في الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييت الذين آمنوا ولو يشاء الله لهذا الناس أسميعا ولا يزال الذين كفروا قصيبهم بما صنعوا قارعة وتفلت قريبا من دارهم حتى يأتي وعلى الله إن الله لا يخلف المميعا ولغت صوبي برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم قصرهم فكيف كان عنقا أفمن مقارب على كل نفس ما كسبت فاجعلوا لله شركاء قل سموهم من تنبه أو بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مقرهم صدوا عن السبيل ومن يغلل الله فما له منها لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشط فما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقود تجري من تحتي الأنهار أكلها دائم وغندها تلك عقب الذين اتقوا عقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنذر إليكم ياللحظة بما ينكر الآخرة فلنما أمرت أعبد الله ولا أشركك إليه أذعو وإليه مآب فكذلك أنذرناه حكما عربيا ولن اتبعت أهوالهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قرنك واجعلنا لهم أذواجا وظرية وما كان لرسول أن يأكب آيات لله بإذن الله لكل أجل التتاب كم هو الله ما يشاء ويسلس فعنده ملكتاب فإما نرينك بعض الذين عظهم أو نتبفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الإساب أولا أولا أننا نسك الأرض ننفسها من أطرافها والله يحكم لا معكب لحكمه فهو سرير الإساب فقد مكر الذين من قبله فلله المقر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس فسيعلم الكفار لمن عقب الدار فيقول الذين كفروا لسا مرتلاء كل كفى بالله سهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الإسلام كتاب من ذلاه إليك لتخرج الناس من الظلمات بإذن ربهم إلى صراط العزيز الهمين الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض فبين للكاثرين من عذابه الشديد الذين يستحبون الحياة تنيع على الآخر في الصزون عن سبيل الله ويهونها عوجا أولئك في غلال بعيد وما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء فهم العبيد الحكيم ولقد أرسل موسى بيأيات لأن أخلف قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صلفار يشكور فإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل جرعون يصومون كنفو العذاب يذبحون أبناءكم ويستحنون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عرمين وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب بشجين وقال موسى وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني أميد ألم يأتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد لا يعلم من الله جاءت أسرهم من بينات فردوا أيدي يوم في أفواه وإن الله قالوا وإن الله وإن الله وإن الله شك مما تدعونا إليه مرين قالت أسرهم إن نحن إلا بشر مصر ولكن الله ولكن الله يوم على من يشاء من عباد وما قال لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلتوكل المؤمنون وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا صبلنا ولنصبر على ما آذيتمنا وعلى الله فلتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوون في ملتنا فوحى إليهم رفهم لنهلك النظالمين ولنسكن أنكم الأرض من بعد ذلك لمن خاف مقام وخاص بعيد فاستفتحوا وخاف كل مجبار عنيد من ورائه جهنم ورسق مما يصدير يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتي الموت من كل مكان وما هو الميد ومن ورائه عذاب وليد مثل الذين كفروا بربي مع مال من كرماد اشترد بإرداء في يوم عاصر لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشئ يذهب هم يأتي بخلق جديد فقال زعفا ولذين استكبرنا كنا لكم طبعا فهل أنتم هل أنتم أغنون عنا من عذاب الله من شبي قالوا لو أدانا الله لا ليناكم فلا علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محب فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بعدكم بعد الحق فبعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من صلصان إلا أن دعوكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرض بما أشرقوني من قبل بين الظالمين لهم عذاب كليم فادخل الذين آملوا عن صالحات جنات تجريم من تحت يلنها وخالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحية تحية فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة لنصلها سابق وفرعها في السباة كتئو لها كل حين بذي ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعنهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتلست من فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله يسبت الله الذين آمنوا من قول سابق في الحياة الدنيا وفي الأقرى فيضل الله الظالمين ويفعلوا الله ما يساء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا كوم أمدارا واباق جهنم يصلونها وإحسى القرار فجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله كل تمتعوا فإن مصيركم إلى النا كل عبادي الذين آمنوا ويقيموا الصلاة وينفقوا مما أرضقناهم وينفقوا مما أرضقناهم سر وعلى ليد منكم لأن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قبال الله الذي خلق السماوات والأرض وأندل من السماء ما أنفخرج به من السمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك لتدري في البحر بأمره فسخر لكم الأنهار فسخر لكم الشمس والقمر دائبين فسخر لكم الليل والمهار فآتاكم من كل ما سألتمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لغلوم كفا وإزبال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجلؤني وبنيا نعم للأصنام رب إنهم أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفوه الرحيم ربنا إن يسكنكم من ذرية بواد غيره زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فدع الأفذة من الناس تهبي إليهم تهبي إليهم مرضهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نغفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء من في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أعفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحفظ الله غافلا عما يعمل طالبون إنما يؤخرهم ليوم تشفظ فيه الأفضاء مهتعين مقنعي غيرهم لا يرتف إليه تغفظ وأفجدتهم هوا فأنزل الناس يوم يطيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى هجر قريب نجب دعمتك ونستبع أولم سوفتم أقسمتم من قبل ما لكم من ذواء فاستكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفنتهم وتبين لكم فتبين لكم كيف فعلا لهم فضربنا لكم الأمثال فقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم فإن كان مكرهم لتذول منه الباب فلا تحسب أن الله محرف بعده رفلا إن الله تعزيز مقفا روما مددد للعضو ويقف من سنباب ربنا ربنا ويقف يطيق مقفا فأرزي ويطيق مفرق ويطيق فالله يطيق عمي الله يطيق ويطيق الله لكل نفس ما يطيق يطيق فلا يطيق إنسى يطيق 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 ويطيق ويطيق يطيق الوصول الله سبحan الله عدا الله عدا عدا الله اشتركوا في القناة